اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله يعطيهم العافية لمساندتهم لاستخدام هذا النوع من اللقاح مثل ما بينا في احد المؤتمرات السابقة جاء هذا الترخيص بناء على الدراسات التي عرضت ونشرت في دور مجالات الطبية في المرحلة الاولى والثانية من التجارب السريرية والتي بفضل الله تعالى أظهرت أن اللقاح آمن وفعال نأكد بأن العمل متواصل لتطوير التقنيات المستخدمة لفيروس الكورونا وأتى موضوع الفحص السريع اللي هو نسميه الانتيجن رابد تست من ضمن أحد خطط مملكة البحرين اللي كانت سباقة في الكشف عن هذا النوع من الفحصات اللي كذلك نؤمن سوف يكون لها دور كبير جدا في إنهاء إن شاء الله الوباء ولكن نريد أن نؤكد بأن الفحص المعمول والمتفق عليه في مملكة البحرين سيكون هو نفس الفحص اللي استخدمناه في بداية الجائحة وهو نظام البي سي آر